وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني أكد وزير الخارجي الأمريكي أنثني بلينكين بأن دعم الولايات المتحدة لكييف سيستمر على المدى الطويل ولن يقتصر على دعم الهجوم المضاد ضد القوات الروسية مؤكدا في الوقت نفسه بأن الهجوم مازال بطيئا كل مرة آتي لكييف أفاجأ ببسالة وشجاعة القوات والشعب الأوكرانيين وأنا هنا لإظهار دعمنا المستمر والمتواصل لأوكرانيا في ظل استمرار الاعتداء على أراضيها نحن رأينا بعض التقدم البطيء للهجوم المضاد ونريد التأكد من أن السلطات الأوكرانية ستحصل على ما هي بحاجة إليه ليس على المدى القصير وإنما على المدى الطويل لكي تكون لها قوات قوية